زواج دام 18 يوم فقط انتهى بعد ما اكتشفت الزوجة انها تعيش ويأغرب عائلة وبعد ما صدمها اخو زوجها بتصرفها الغير لائق واللي كان بعلم زوجها انا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا خلوا لايك للفيديو وتعالى احكي لكم هل يا ابا شونكم يا رب تكونوا بخير وعافية كلش اشتاقيت لكماني خلونا قبل لا نبلش باحداث القصة وقبل لا نحكي اي شي نضغط لايك للفيديو لايك ما رح يتعبكم لايك بالنسبة لي يعني لكلش ويدعم الحلقة فقبل لا نبلش كالعادة اريد منكم تضغطون على زر اللايك اللي موجود تحت الفيديو وان شاء الله رح تستمتعون وهس تعالوا خلونا نتعرف على احداث قصتنا لهذا اليوم اللي حرفيا بيها هواية تفاصيل غريبة قصتنا تبلش ويا صاحبتها وفاء تقول وفاء انا اتزوجت وعمري 15 سنة واستمر زواجي هذا لمدة 7 سنين وبعد زواجي بكم سنة رب العالمين رزقني ببنت وحاليا عمرها 5 سنين تقول وفاء طول هاي السبع سنين اللي جنت بيها ويا زوجي ما كنا متفقين ابدا ودائما تصير مشاكل بيننا فاخر شي قررت انا اطلب الطلاق منه هو بالفعل احترم رغبتي وطلقني وصارت البنت تعيش عندي وبعد سنة من انفصالي عن زوجي ابو بنتي اتقدم لي شخص من اقاربنا كان يعني اقارب امي لكن من بعيد كلش هذا الشخص اتقدم لي وصرنا تقريبا شبه مخطوبين وظلينا انويا متواصلين لمدة 3 اشهر بهاي 3 اشهر ما كان اكو شي رسمي بيني وبينه لكن انا طلبت يكون هذا الموضوع اردت يكون تواصل بيني وبينه حتى نتعرف على بعض اكثر وبعد ان خلصت 3 شهور شفت انسان جدا نقي وجدا محترم وخلاص قررت انو انا اوافق وصار عقد رسمي كانت معاملته جدا طيبة وياي وحسيت فعلا ان هو هذا الشخص اللي احلم بي لكن المشكلة الوحيدة اللي كانت تواجهني بهذا الموضوع ان هو ساكن ببلد غير بلدي هو كان عايش بالاردن فهذا الموضوع كان مسبب لي مشكلة وكان الموضوع يعني اذا اوافق فلازم اعيش بعيد عن اهلي المهم تقول وفاء بعد فترة عدت الامور على خير وتم الزواج ورحت وياه للاردن وتركت بنتي عد امي ما قدرت ااخذه وياي كان لازم يعدي فترة لبين ما زوجي هو يرتب الموضوع لان هو الوحيد اللي يقدر يسحبه وياه للاردن فهو قلي خلينا نتزوج وانت تيجين وياي للاردن نعيش سويا واني كلها كم يوم اسحب لك بنتي وتعيشين انت وبنتي يمي فشفت انسان جدا عطوف وقلبه طيب وكل شي يتعامل وياي بحنية وبالفعل رحت وياه على الاردن وشنا متفقين خلال يومين نضبط الاوراق اللي خاصة بنتي ونسحبها ويانا لكن تقول الشي اللي يفاجئني انه ثاني يوم من زواجي يعني وصلت اول يوم باليوم الثاني بيت اهل زوجي كان عندهم تعزيل طبعا هي وفاء كانت عايشة وهي اهل زوجها كانت عايشة بالطابق الارضي واهل زوجها بالطابق الثاني فتقول بيت اهل زوجي كان عندهم تعزيل والبيت كله يحتاج ترتيب فانذب الموضوع كله علي انا صرت مسؤولة عن هذا الموضوع ولازم انا اللي يعزل البيت لان هما ما كانت عندهم ولا تشنة بالبيت اخو زوجي كان متزوج لكن كان عازل بعيد مو عايش يومهم المهم تقول اجت نعمتي اللي هي ام زوجي قلت لي انتي باتشر لازم تصحين ساعة 7 الصبح اتعزلين البيت وتكملي ساعة 11 تكونين مخلصة وتبلشين تجهزين الغداء تقول انا رغم كنت مستغربة الموضوع وبعدني انا اساسا عروس وتوني صار لي يوم واحد فقط لكن قلت خليني استوعب الموضوع واعدي لكن ما كانت متوقع انه هذا الموضوع راح يستمر ويوميا على هذا المنوال اتفاجأت بعد ما سويت كل هذا اللي قالت لي علي عمتي صار الموضوع فرض علي زوجي كان عنده اخوان اثنين بالبيت مو متزوجين وكان عنده اخوات اثنين واني لازم اقيم بالعيلة كلها ولازم لما يجون الشباب من برا اكون انا محضرت لهم كل شي الاكل وحتى الارقيل اللي يدخلوها كل هاي المسئولية صارت براسي واني بعدني لحد الان عروسي جديدة كانوا اهل زوجي مستغليني ابشع استغلال واني ما كنت عارفة حقيقتهم وبعد ان عد اسبوع على هذا الموضوع بديت احس احساس يشبه الظلم لكن ما قدرت احكي وقلت خليني اسكت هذه الزواجة الثانية ما اريد اخرب حياتي خليني اصبر واشوف شنو تاليها ما اريد يصير طلاق من وراهي الامور التافهة المهم تقول وفاء بيوم من الايام كان زوجي هو واخوانا واما وابوه كانوا سهرانين وقاعدين كلهم بالصالة وطلبوا مني اسوي لهم قهوة فاني رحت سويت لهم قهوة وجبتها الهم لكن القهوة بهذا اليوم طلعت خفيفة فقل لي اخو زوجي ليش يشي القهوة خفيفة فاني من باب المزح قلت للي مو عاجبة يروح يسوي قهوة بنفسه فبلحظتها ضحكنا كلنا واخذنا الموضوع بمزح واني من ذاتي رحت حتى اسوي قهوة مرة ثانية واثنى ما انا متواجدة بالمطبخ حتى اسوي القهوة بديت اجهزها وصارت تقريبا على وشك تكمل جيتني ام زوجي قالت لي اولادي ريدوني انا اسوي لهم القهوة قلت لها ما عندي مشكلة يا عم لكن انا سويتها للقهوة وخلص هاي رح تخلص قالت لا انا اولادي ريدوني انا اسوي لهم القهوة قلت لها عم يعني هسا هاي القهوة اللي انا سويتها وين رح اوديها شا سوي لها ابديها واخلص منها لو شا سوي وهي باسلوب جدا جاف قلت لي ما عرف شتي سوي بها سوي قلت لها يعني شنو ابديها افرغ الكاسة وابديها قلت لي ايه عادي بديها قلت لها خلاص تمام مثل ما تحبين ورحت بديت القهوة ونزلت الغرفتي اهنا تقول وفاء انا حسيت انه اسلوبي وردت فعلي زعلت ام زوجي فظل بخاطري هذا الموضوع فزوجي بعد كم ساعة نزل عندي للغرفة وبقا وعت على شكله شكله ما يطمن كأنه معصب ما عرف شنو بي فاني مباشرة قلت لي قلت لي اعرف انه عمتي يمكن زعلت مني بس اني ان شاء الله باتشر اروح واطيب خاطرها هو بوقتها قل لي تمام ومشكلة وتقول بعدها صرت احتي شوية زوجي اقول لي احنا لازم نقعد جواب بيتنا لازم نرتاح وحدنا بيتنا انا ما اقدر اظل دائما فوق ام اهلك ودائما حاطة الحجاب على راسي يعني اريد ان ارتاح فهو كان جوابه الي هذا الي موجود ولازم ترضين بي وتقول المشكلة ان هو ما كان شارح لي وضع البيت قبل الزواج ولا قيل لي انه انت لازم تشتغلين فوق وتخدمين اهلي واخواني لان انا شنت على علم ان هو عنده اخوات اثنين كان انفهمني ان هو راح يسعدني وقل لي راح نعيش احلى ايام ونطلع ونطب واني اصلا احب الطلعات وراح اوديتش لكل ما كانت حبيه لكن بالحقيقة ما شفت شي منه ولا طلعني ظليت لمدة 15 يوم محبوسة بالبيت واني عروس وظليت اخدمه اهله واول اسبوع من زواجنا لما صاد في يوم الجمعة طلع هو اصدقاء وما شفت وجهه نهائيا وبالجمعة الثانية كذلك المهم تقول اني بعد موضوع القهوة هذا الي صار ثاني يوم رحت على ام زوجي وقلت لها يا عم انا جدا اعتذر ما كان بودي انه انا يعني ارد عليك هذا الرد يمكن انت اخذتي على خاطرش مني فاني اعتذر منيك لكن تقول بعد ما اعتذرت منها وحشيتوا اياها باطية بسلوب ردت علي رد صدمني بوقتها قالوا لي انتي ليش ما ضربتيها كان المفروض تضربيها بعد ما حشيتوا ياشي بهاي الطريقة وبعد ما بدت القهوة وبعدين هذي القهوة مايصر تنذب بمكان تصريف المياه لان ممكن تسده وتصير عندنا مشاكل اهنا تقول وفاء انا بصراحة كلش انصدمت من كلامها ده تحكي وياي على امور تافهة ومو حاسبت لي اي حساب المهم تقول بعدها قعدنا انا وام زوجي وظلينا نسوال فاني اياها وندردش على امور هواي فظلت تاخذنا السوال فاني وياها وفجأة قالت لي ام زوجي اقول ليش طليقيش اللي هو ابو بنتيش اش عندي يسوي مشاكل ليكون يريدي رجعيش تقوله فاني قلت لها لا مستحيل وبعدين انا شرعا ما اجوز لان هو طلقني بالثلاث فردت علي ام زوجي قلت لي لا عادي انت تجوزين الى وتقدرين تتزوجي مرة ثانية ما دام عقدتي على شخص غير او دخل عليك تقدرين ترجعين تتزوجي حتى لو انطلقتش بالثلاث وبدت تشرح لي عن هذا الموضوع تقول بصراحة انا ما كانت عندي هذه المعلومة فهي ظلت تناقشني على هذا الموضوع وظلينا انا اياها ناخذ وننطي يعني نحكي سوالف عادية فبنهاية هذا الكلام تقول انا ضحكت فقلت لها مستحيل انا اسوي هذا الشي وهو اساسا انسان ما يستهل احد يحترم ويرجع له واني الحمد لله رب العالمين رزقني بزوج وكلش فرحانة تقول ام زوجي كانت تعرف هذه الاخبار والمشاكل اللي تصير بيني وبين ابو وبنتي كانت تعرفها من امي واحيانا تعرفها مني لما احكي ويا امي اتصال لحد هنا وفاة تقول انا ما شنت اعرف انه بيت عيلتي اللي انا عايش وياهم من طبيعتهم ياخذون الكلام ويضيفون لبهارات ويحورون بي وما شنت اعرف انه ام زوجي كانت تحكي وياي بهذا الموضوع حتى تحاول تسحب مني كلام المهم تقول فبعدها طولت كم ساعة يم عمتي ام زوجي وقلت لها انا خلاص تعبت راح انزل الغرفتي قالت لي عادي اخذي راح تجي فنزلت البيتي والغرفتي وبعد كم ساعة اجي زوجي هو كان من عادته لما ييجي يصعد يم اهلا فوق يطول لشوي يلا يرجع ينزلي بهل اثناء تقول انا حسيت وجع براسي يعني وجع جدا قوي وشنت مصدعة فقلت خليني اظل بغرفتي مرتاحة ما رد اصعد فوق فزوجي لما كان فوق قبل لا ينزلي اتصل علي واني تليفوني كان صامت فما سمعت الاتصال فنزل علي وجعان الغرفتي قال لي شبيك شو اتصل عليك ما تردين قلت لي لا ما بيشي بس شوية مصدعة راسي جدا يوجعني وجهازي صامت ما ادري بي اهنا تقول هو ابدا ما كلف نفسي ولا حتى سألني ليش راسي تيوجعش اخذت علاج لولا مباشرة دار وجهه ورجع لبيت اهلا اهنا تقول بصراحة انا انصدمت يعني شنت متوقع ان هو راح يجي ويقعد وياي ولو خمس دقائق فهنا انا كلش انزعجت وراسلت علي الواتساب قلت ليش نزلت ليش كلفت نفسك اصلا ما كان يحتاج تنزل فكتبت لها رسالة طويلة واخر شي قلت لها شكرا انا ما جنت اتوقع انه انا هلقد اهمكم وهلقد انتو تحبوني وهلقد انتو مهتمين الامري وبصراحة كلش صدمتوني باحتوائكم واهتمامكم بيا ما جنت اتوقعيش وبنفس اللحظة كتبت له وعاتبت على الموضوع اللي صار قبلها بكم ليلة لما اخوانه كانوا يحرضون امه حتى تضربني وهو ما دافع عني اصلا فقلت له انت شون يصير كل هذا الموضوع قدامك وانت ما تكلف نفسك حتى تدافع عني يعني انا بالنهاية مرتك فتقول بعدها تقريبا بساعة هو نزل لي وكان وجهه مليان غضب وكأنه احد داز علي ومعب براسه كلام قل لي شنو هذ الكلام اللي كتبتي يا علواتس قلت له انت قرأت اللي كتبت الكياه قل لي ايه قريته قلت له اذا خلاص مو مهم نتناقش بي بعد تقول اني فعلا ما جنت ناوية اسوي شي ولا جنت ناوية اكبر الموضوع مجرد حبيت افض فضل علي بداخلي وما اكتمشي بنفسي وخلاص اسد الموضوع لكن هو ظل مصري ناقشني اخر شي قلت له بصراحة انتو صدمتوني ما جنت متوقع انه اني هلقد اهمكم وتهمكم القهوة ومياه التصريف اكثر مني اهنا تقول هو رد علي الرد اللي ما توقعته منه قل لي ايه خلاص اذا مو عاجبك الوضع تقدرين تروحين على بيت اهليك قلت له ايه مو مشكلة خلاص مثل ما تريد قل لي ايه الله خلاص قومي حضر اغراضيك قلت له تمام اهنا تقول انا جنت ارد علي واني بنفس اللحظة مصدومة منه ومصدومة من هذا التغير لان انا حرفين ما جنت مقصرة لا ويا ولا ويا اهله ولا ويا اخوته وحتى خواتل اللي هن شابات يعني مو اطفال صغار جنت اخدم هنو جنت ما نقصروا اياهن ورغم كل تقصيره اياي ودائما تاركني وصاعد فوق يم اهله وياكل يم اهله ويطول ساعات يم اهله ما جنت اعتبع على هذا الموضوع ولا قلت له انا اشتغلت واني عروسة وانت ليش ما طلعتني جنت دائما ابتسم بوجهه وجنت دائما حريصة اطلع من البيت بابتسامه واتلقاه لما يرجع بابتسامه ورغم كل الضغوطات اللي جنت احس بيها منه ومن اهله ومن اخوته واني بنتي بعيدة عني ما حاولت احسسه بايشي لكن للاسف كل هذا ما وقف بعينه ولا قدر يحسسني ابدا انه انا زوجته لحد هنا تقول انا جنت متوقع انه هذا كلش كافي لكن كانت الصدمات اللي تنتظرني هي اقوى اول صدمة من هنا تقول وفاء هذي كلش صغيرة بالنسبة اللي راح يجي لما قل لي زوجي انا اساسا تزوجتش حتى تعيشين هنا وتلبي لي كل احتياجاتي وتخدمينه بعدها تركني وطلع من الغرفة وراح صعد فوق شوي ما طول الموضوع نص ساعة ونزلي اخوه وبيومها تفاجأت انه اخوه نازلي هذي اول مرة ينزلي ويجي يصيح علي ويدخل داخل البيت صاح لي قال لي وفاء تعايي اريد احشوياش قلت له تفضل قول قل لي بصراحة اريد اقول لي شفتشي انا اعرف انتي مو مرتاحة هنا واعرف انتي مو مرتاحة ويا اخوي واكو اشياء هواي لازم تعرفيها انا بصراحة احسك مظلومة وانتي احسك جدا مقربة مني ما اريدش تنظلمين قلت له قول شنو صاير قل لي بصراحة ترى اخوي اساسا ان كان متزوج قبلك وزوجته ما طولت عنده اسبوع قلت له شلون زين انا ليش ما اعرفت بهذا الموضوع ليش ما حد قل لي قال ها احنا حبينا نكتم على هذا الموضوع لكن انتي عزيزة علي ما حبيت اضم عنيش هذا الشي واني حاب اقول ليش شي اريد يبقى سر بيني وبينيش سواء عجبك الموضوع او ما عجبك قل لي ايه قول شنو هذا السر قل لي بصراحة انا اذا شوفتش تعانين وممرتاحة بهذا الزواج وذا حسك انتي ما اخذت الدلالة اللي تستحقي قل لي ايه وبعد ينكمل قل لي شوفي انا راح اعرض عليك عرض اذا ما عاجبش هذا الوضع ومو راضية بهذا الزواج تقدرين تنفصلين واني اخذك انا احس انتي قريبة مني واقدر ادللت وعيشي حياة اسعد من هاي العيشة ولا تخافي من هذا الموضوع ترى هذا الموضوع انا فاتحت اخوي بيه هو ما عنده مشكلة اهنا تقول وفاء انا اسمع منه هذا الكلام ومو مستوعبة ابدا يعني احس نفسي بحلم معقولة اكويش ناس على وجه الارض زين هذول الناس انا قبل لا يتزوجوني تشنت دائما اسمع عنهم اخبار حلوة واعرف عنهم انهم احسن ناس المهم تقول هو ظل يحاولوا اياي ويسمعني كلام بحياتي ما شنت متوقعة اسمعها من اخو زوجي لحد ما وصلني المرحلة انفعلت عليها وقلت لياك تعيد هذا الكلام مرة ثانية اطلع منها وما اريد لا اشوف وجهك ولا اسمع صوتك مرة ثانية وطردت من البيت وطلع صاعد فوق واني شنت كلش منهارة من الكلام اللي سمعته بلحظتها تقول وفاء انا قاعدت بغرفتي وظليت خايفة ومنهارة وما اعرف شنو اسوي معقولة هذا الكلام اللي يحتي اخو زوجي معقولة زوجي على اعلم بهذا الكلام معقولة زوجي فعلا موافق وهي شي يريدي تبرى مني يطلقني ويهديني كزوجة الاخو المهم تقول انا ظليت قاعدة بغرفتي لحد ما نزل زوجي وحشيت لهذا الموضوع حشيت الهياء واني جدا معصبة ومنهارة فهو كان رده جدا بارد اليه قلي لا تاخذين بخاطر اشترى هذا اخوي حبيد شاقة وهذه وحدة من المزحات مالته لكن تقول تعابير وجه زوجي كانت مطة من ابدا وكأنه يحاول يكذب علي وبعدها رجع فتح موضوع المشكلة وقال لي شنو الموضوع شو ما حضرتي اغراضك تقول انا تفاجئت بي يعني هو ناوي فعلا يخليني الم اغراضي وروح الاهلي فاني رحت حضرت اغراضي وهو اتصل على امه بلغها بالموضوع قلت لأصبة لا تسوي شي انا نازلة تقول انا لما سمعت امه تقول لأنا نازلة قلت خلاص اذا رحت تنحل المشكلة فتركت حتى جنطي وما لميت اغراضي لاني تقول بصراحة انا ماتش نتناوية اخر ببيتي لكن تقول لما نزلت ام زوجي اول شي قالت لي انتي وحدة قليلة ادب شلون تدزين لزوجي هذا الكلام على الواتساب وشلون احنا معاجبيش وشلون انتي تقولين انتم قصرين بحقي قلت لها بس لحظة لحظة ترى انا ما سويت شي ولا دزيت لشي غلط قالت لي لا انتي وحدة قليلة ادب وممت ربيه وانتي اساسا تزوجتي ابني حتى تطلقين منه وترجعيني لطليقتي الاول ابو بنتيج هنا تقول انا صدمت من كلامها بصراحة وقلت لها مستحيل انا والله ما ببالي هذا الموضوع والصدمة الاكبر تقول ام زوجي انفهم زوجي انو انا قائلت لها على اساس انو انا مستسرتها ومعترفت لها انو انا نويت اتزوج حتى اطلق من ابنها بعدين ولي اني ارجع لابو بنتي طليقي الاول يعني هي ما اعرف شلون موصلت للفكرة بس على اساس انو هي مستدرجتني ومطلع مني هذا الموضوع وراحت قالت لزوجي وكلها دقائق وتفاجأت اخوة زوجي نزلوا وصاروا ويا امهم ضدي والبنات نزلن ايضا والكل صار ضدي ومن ضمنهم زوجي والشي اللي ما جنت اتوقع يصير هو ان واحد من اخوان زوجي ينفعل ويجي يضربني ضربني رغم اني ما اسأت الاحد مجرد جنت ادافع عن نفسي بصوتي فقط يعني ما تجاوزت حتى بالكلام بس صوتي كان عالي لان جنت منفعله وحسب نفسي مظلومة فاول واحد اجا ضربني اخو زوجي بعدها ام زوجي ضربتني واخته واجا زوجي ضربني وما حد دافع لي اهنا انا ما قدرت اسيطر على عصابي وحشيت الكلام اللي حشاء لي يا اخو زوجي لما قل لي تتركين اخويا واني اتزوجت لكن لما حشيته كانت صدمتي اكبر اخو زوجي نكر هذا الموضوع وشتمني وضربني وزوجي كذلك نكر هذا الموضوع ولا كأنه انا حشيت له وافتر الموضوع علي وطلعت انا الغلطانة اخر شي قل لي زوجي انت راح تبقين هنا وحتى طلاق ما تتطلقين ولا تروحين البيت اهلك ولا تشوفيهم واذا تريدين تنفصلين تخلين اهلك يدزولي مصاريف اللي صرفتها بالعرس يلا تروحين الاهلك وطلقيش اهنا تقول وفاء انا حرفيا شلت مو مستوعبة اللي دي يصير واحس نفسي عايشة بين عائلة كلهم وحوش اخر شي تقول بعد ما حسيت انهم كلهم صاروا علي وماكو احد يدافع لي والكل صار يضربني انضربت بكل مكان بجسمي اخر شي استسلمت قلت لهم شي تريدون اسويكم بس يتركوني بعدها هما تركوني وظليت قاعدة بغرفتي وخليت الموضوع يعدي يومين وخليت الموضوع جدا هادئ وما بينت لزوجي اي شي وباليوم الثالث انتظرت زوجي لحد ما يطلع للشغل انا حضرت اغراضي وتسحبت وانهزمت من البيت هربت منهم بدون ما حد يعرف طلعت رقم واحد ابو تكسي موجود بالاردن واتصلت علي واجه اخذني واتفقت ويا لحد ما يوصلني على الحدود يلا انطي المبلغ وشنت مترفقة ويا اهلي يجوني يستلموني حتى ينطوني فلوس وانطي لهذا الرجال والحمد لله تيسرت اموري كلها ووصلني صاحب التكسي الاهلي وصرت بأيادي امينة اخيرا لكن الشي اللي ما شنت متوقعت ابدا ولا شنت متوقعي يصير هو بعد ما رجعت البيت اهلي حسيت بعد كم يوم ابتعب واهلي اخذوني على الدكتورة وقالت للدكتورة انتي چنتي حامل ونتيجة هذا الضرب صار عندش سقاط اهنا تقول انا بقد القهر اللي انقهرت على نفسي لما انضربت انقهرت اضعاف لما عرفت انه انا چنت حامل وبسبب الضرب اللي اكلته اسقطت لكن رغم كل هذا اشتفيت بزوجي لان زوجي بعد ما سمع انه انا چنت حامل وسقطت اثناء الضرب جدا انقهر لان كان يحلم يكون عنده طفل اخر شي تقول ظلينا بين محاكم وشكاوي وطلاي باني وزوجي وما طلقني الا واني منتهية تقول خلاصت مننا باعجوبة بعد ما كان ناوي يرجعني وكان ناوي حتى يجي يأجر لي بيت يم اهلي لكن انا رفضت رفض قاطع وقلت له مستحيل ارجعلك تقول وفاء انا چنت ناوي من الاساس اتزوج بس حتى القى احد يحميني ويحمي بنتي ونعيش انا وبنتي والقى احد يصرف علينا لكن تقول حاليا انا بالنسبة الي كلمة مطلقة اهون علي ميت مرة من اني استضعف او تنهان كرامتي ببيت احد ولا احد يستغلني واني حاليا الحمد لله صح انفصلت مرتين لكن عايش حياتي سعيدة انا وبنتي واتمنى اللي مر بي ما يمر بغيري وكل بنت تتعض وتتعلم شلون تعرف الشخص اللي ناوي يتزوجها على حقيقته وتسأل وتتطقص عن اهله بالذات هذه كانت هي قصة وفاء وهذا كل اللي مر بيها اتمنى تكونون اتمنى كل شخص تحبوه سواء كان مقبل على الزواج او خاطب تدزولها هاي القصة ترسلوها تشاركوها وترسلوها الى حتى يتعلم منها وياخذ عبرة وايضا ينضم العائلتنا ويكونوا اياكم متابع واتمنى بالنهاية تدعمون الحلقة حتى توصل لاكبر عدد ممكن واكبر شي ممكن يدعم الحلقة هو اللايك لا تستخسرون اللايك لان كلش هذا يخدمني ويفرحني ويخدم الحلقة اضغطوا لايك للفيديو وشيروا ورسلوا لأصدقائكم واكتبوا رأيكم بالتعليقات لان وفاء راح تتابع تعليقاتكم الهنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم تقدرون تشاهدون البرنامج على قناة سامراء الفضائية وعلى فيسبوك ويوتيوب وهذه حساباتي تقدرون من خلالها تواصلونوا اياي وترسلوا لكل قصصكم لحيما نلتقي مرة ثانية اشوفكم على خير في امان الله